موسيقى ارياضة من قناة الجزائر الدولية مشاهدين الافاضل والبداية باخبار كأس يومم افريقيا لأقل من 17 عاما موسيقى موسيقى الى مشاهدين نتحول مباشرة الى ملعب نيرسون منديلا ببراقي في الجزائر العاصمة اين يعقد مدرب المنتخب الجزائري الى اقل من 17 عاما ارسقي رمان ندوة صحفية للحديث عن مواجهة الجزائر وسينيغال غدا بحول الله موسيقى موسيقى بالعودة للمباراة الاولى اكيد ان كل مباراة نستخلص منها بعض النقاط سواء ايجابية و لاسلبية طبعا النقاط الايجابية ان الان المنتخب الوطني فاز بهدفين دونرادي كافضل طريقة لبداية مشوار منافسة لكن في المقابل رغم تسجيل هدفين لكن المنتخب الوطني ضيع العديد من الفرص الثاني حد تهديف لا أقول بسبب الرعونة ولكن قلوا غياب الفعالية هل عمل التقم الفني وكذا اللعبون على تدارك هذا الخلال تحسب المباراة المقبلة خاصة أما منافس أعتبر أقوى من المنافس الأول طبعا نظم شوف هذا العامل الذي لحقناه وين صح خلقنا عدة فرص تهديف حقيقي هذا العامل يوجد أكثر عامل دهني ليس عامل تاكتيكي وتيقني نظر الوطني لحقنا عدة مرات المرمى هذا شيء إيجابي نظر كان بعض اللعبين طبعا القدق اللقاء الأول صعيب كثير من ناحية تسير المشاعر من ناحية تسير بعض العوامل الذهنية التي تخلي اللعب ما يفقدون تركيز في بعض الأحيان وطغلت نوعا ما اللعبين كالي ما تعملوش ملاح مع الحماس الجاماهيري اللي خليهم كل واحد يحب يعطي يعني صورة مثله حب يمثل يشوف روحه بطبع التحان كانت شوية ما وش يعني أنانية ولا يعني ما ما بيلاعب ولكن كل واحد حب يعطي أدرهم شبان ما تنسوا وش في 17 سنة صغار في بعض الأحيان المشاعر التي حم تتغلب عليهم وهذا يرى نظر هذا شيء رجع كل شيء لهذا شيء يعني ما أما العمل لقلت حنا عملنا هذا كان فيها تصحيحات الباريحة وعملنا أكثر ذهنيا بشكل ليس مشكل تقني وطاكتيكي ولكن كان مشكل ذهنيا عملنا أكثر ذهنيا بش عودنا نتفاد الأخطاء اللي كانوا من هاد الناحية ونصحوها لللقاء الثاني اللي يكون لازم يكون عنده تركيز أكثر حسب اللقاء الأول مرسي بكو كوتش مرسي يونس بان شانس بو بو ماتش دينا شكرا مرسي نقطة بكو جمعا لازم نذكرها نعود نذكرها في الفئات الشبانية على حساب اللعب العلي أو غيره يعني ما كاشتواريخ فيفا ولهذا دفا كين الصعوبات يعني مع النوادي التوحى دوق فذا التاريخ الفيفا يطبق يونيك مو على اللعبين المحتى المحترفين ولهذا نتلقى دفا بعض الصعوبات وللعبين يتلقى إن شاء الله يكونوا بكثرة في اللقاء هذا الثاني لأن المنسلات نحتاجوها في هذا اللقاء القوي سيكون ضد فريق سينغالي وشكرا وسلام عليكم المشاهدين كان هذا جانبا من الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الجزائي لأقل من 17 عاما أرسقي ربما مباشرة من ملعب نيرسون منديلا بالجزائر العاصمة نبقى مع كان الجزائرين يلاقي منتخب مالي نظيره البوركنابي اليوم على ملعب التاسع عشر مايب عن نابا لحساب أول جولة ضمن المجموعة الثالثة لكأس يوم أفريقيا لأقل من 17 عاما المقامة بالجزائر وقبل المواجهة عقد مدرباء المنتخبين أمس ندوة صحفية سوميلا كوليبالي مدرب منتخب مالي وإبراهيم تراوري مدرب منتخب بوركينافاسو أكدى طموح الفريقين لتحقيق بداية قوية في المنافسة الإفريقية بوركينافاسو بلد صديق وتعلمون أن الفرصة في الأصناف الصغرى تكون متاحة للجميع من أجل اللعب نحن لدينا أهداف علينا تحقيقها أولها التأهل إلى كأس العالم وثانيا إن استطعنا التتويج باللقب فذلك سيكون أمرا رائعا من الصعب دائما اللعب في مجموعة تضم ثلاثة منتخبات فقط حضرنا للعب ثلاث مقابلات علمنا بإقصاء منتخب جنوب السودان ليلة أمس والأمور أصبحت معقدة بهذا الشكل التأهل سيكون صعبا للغاية بالنسبة للمنتخبات الثلاثة الأخرى اللقاء الأول مهم للغاية بهذا القرار الفوز ضروري وحتمي لأن الفوز سيضعنا في الدور المقبل بنسبة 90% لا نملك في البرنامج سوى مبارتين أصدر اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بيانا عقب استبعاد منتخبه لأقال من 17 سنة من كاس أمم إفريقيا الجارية أطوارها بالجزائر وعبر اتحاد جنوب السودان عبر أيضا عن أسفه بعد قرار الإقصاء بسبب عدم تأهيل خمسة لعبين بعد اختبار التصوير بالرانين المغناطيسي وأوضح الاتحاد السوداني الجنوبي أنه تلقى في 28 من أفريل الفارط اختارا من الكاف يقضي بعدم تأهيل خمسة لعبين بعد خضوعهم لاختبار التصوير بالرانين المغناطيسي وأشار البيان لأن الكاف رفضت طعن المقدم بدعوى أن الكشف الطبي سيعتمد وفقا لنتائج الاختبارين الأول والثاني واختتم الاتحاد بيانه بأنه يتفهم ويحترم القرار المتخذ من طرف منظمي المسابقة ويعتذر لجماهيره ولشركائه إذن مشاهدين الأفاضل وللحديث أكثر عن تفاصيل مواجهة بوركينا فاسو ومالي بملعب التاسع عشر ماي بعنابة نربط الاتصال بمفادنا هناك ببونا بعلام سالمي إذن بعنابة تستعد لاحتضان أولى مواجهات المجموعة الثانية بداية كيف هو الاستعداد الجماهيري ومن ناحية تنظيمية أيضا لهذه المواجهة المرتقبة بين مالي وبوركينا فاسو وحدثنا أيضا بوعلام في حديثك عن استعدادات المنتخبين لهذه المواجهة أهلا بك خالد أهلا بكل متابعي قناة الجزائر الدولية مباشرة من ساحة الثورة من قلب مدينة عناب التي بصمت على مشاركة ومساهمة استثنائية خلال بطولة إفريقيا للعبين المحليين التي استضافتها الجزائر قبل أشهر قليلة اليوم ستقص الشريط في بطولة كاسي إفريقيا لأقل من 17 سنة من خلال مباراة قمة بين منتخب مالي ومنتخب بوركينا فاسو تحدثت عن الجماهير الجماهير العنابية منتظرة بقوة في مدرجات ملعب 19 ماي 1956 الذي سيكون مصرحا لمباراة قوية بين هذين المنتخبين منتخب بوركينا فاسو سنتحدث أولا عن منتخب بوركينا فاسو الذي يعود بعد غياب لأربع نسخ متتالية منذ عام 2013 2015 2017 وآخر نسخة وزريت بتنزانيا عام 2019 يعود ليسترجع اللقب الذي أحرزه عام 2011 أقول خالد كذلك من جهة المقابلة منتخب مالي أحد المنتخبات القلائلة التي أحرزت هذا اللقب لقب كاسي إفريقيا لهذه الفئة العمرية لمناسبتين متتاليتين كان ذلك عام 2015 و2017 من ناحية ثقة المباراة المعطيات والأرقام تتحدث عن نفسها كذلك من الناحية الفنية سمعنا منذ قليل تصريح المدربان لذلك يعول عليهم كثيرا من ناحية الخبرة التي يمتلكها كل طرف نتحدث مثلا عن سوميلا كوليبالي مدرب منتخب مالي هذا اللاعب الدولي السابق الذي لعب أزيد من 67 مباراة دولية مع منتخب النسور كذلك له خبرة طويلة في الميادين الإفريقية لعب لعدة فرق في دوري المحلي دولي المالي كذلك في دوري المصري مع الزمالك المصري كذلك مع بروسيا موشاند غلادباخ الألماني وبالجهة المقابلة المدرب إبراهيم تراوري الذي درب منتخب بوركينافاسو لعدة فئات منها المنتخب الأول كان مدرب المنتخب الأول كذلك أشرف على منتخب قل من 20 سنة لمنتخب بوركينافاسو وكذلك لمنتخب قل من 23 سنة هذه المعطيات تؤكد أن المباراة ستكون قوية خاصة بالنظر إلى إقصاء منتخب جنوب السودان ما يجعل هذه المجموعة ستكون بثلاث منتخبات وثلاث فرق تسعى كل منها إلى حجز مقعد في الدور المقبل ما يجعل أمور التأهل صعبة لأن كل منتخب سيكون أمام مبارتين فقط وليس ثلاث مباريات خالد فعلا محمد بوعلام سالمي هذه خصوصية المجموعة التي تتكون من ثلاث منتخبات فقط إذن موفد قناة الجزائر الدولية إلى عناب محمد بوعلام سالمي شكرا على كل هذه المعلومات إذا مشاهدين أخبار كان الجزائر متواصلة حيث فاز المنتخب السينغالي الأحد بصعوبة على منتخب الكونغو بنتيجة هدف دون رد في القائل الذي جمعهما بملعب نيرسون منديلا بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات عن المجموعة الأولى ونجح أسود التيرانغا في اجتياز أول اختبار لهم في المسابقة الإفريقية بفوز مثير فوز وضع المنتخب السينغالي في وصافة المجموعة الأولى بثلاث نقاط رفقة البلد المنظم الذي يتصدر المجموعة في محل منتخب الكونغو أخيرا بعد الخسارة أمام السينغال أهنئ اللعبين على هذا الفوز لعبنا أمام خصم قوي يملك نفس إمكانياتنا والسرعة في اللعب وكان بإمكانه قلب الموازين في أي لحظة سعيد جدا بنيلي جائزة رجل المباراة وكل هذا جاء بفضل زملائي فخور بهذا المنتخب سنعمل أكثر فأكثر مستقبلا لتحقيق أهدافنا سعادة جدا بهذا الفوز الصعب لكن الأهم أننا حققنا نقاط ثلاثة لعبنا مباراة جيدة وأمام منتخبين يعد الأفضل في القراتية الإفريقية ضيعنا ضربة جزاء أعتقد أننا قدمنا كل ما لدينا لتحقيق نتيجة مرضية تأهل الاتحاد الجزائي لنصف نهاية مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حساب الجيش الملكي المغربي في المباراة التي احتضنها ملعب ملاي عبد الله بن رباط واستفاد فريق اتحاد الجزائر من نتيجة لقاء الذهاب الذي جرى بالجزائر حيث فاز بهدفين نظيفين ورغم خسارته في لقاء العودة بثلاثة هداف لهدفين إلا أنه تمكن من قطع تأشيرة العبور إلى المربع الذهبي لكأس الكاف لأول مرة في تاريخه وسيواجه ممثل الجزائر في الدور المقبل أساك ميموزا الإفواري الذي تأهل بدوره على حساب الاتحاد المنسيري التونسي في أخبار الدوريات الأوروبية تغلب ليفربول على نظيره توتنهام أوتسفير بأربعة هداف لثلاثة في طار الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء الذي احتضنه ملعب الأنفلد مساء الأحد وبهذه النتيجة صعد الريتس إلى المركز الخامس بفارق نقطتين عن توتنهام الذي حل في المركز السادس بأربع وخمسين نقطة الريتس عادوا إذن إلى سكة الانتصارات حيث بلغوا ستة مباراية متتالية دون خسارة في إنجلترا دائما حقق مونتشستر سيتي فوزا ثمينا على ميدان مضيفه فولهام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس برسم الجولة الرابعة والثلاثين وسجل للسيتي هاراند في الدقيقة الثالثة بركلة جزاء ويوليان ألفاريس في الدقيقة السادسة والثلاثين فيما سجل كارلوس فينيسيوس هدف فولهام في دقيقة الخامسة عشر وعتل أشبال جوارديولا صدارت ترتيب قول مؤقتا برصيد ست وسبعين نقطة فيما استقر رصيد فولهام عند خمس واربعين نقطة في المركز العشر في إيطاليا قلب إنتر ميلان الطاول على ضيفه اللاتسيو وحقق فوزا مثيرا بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيدة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشو الإيطالي وتقدم لاتسيو في دقيقة ثلاثين عن طريق فليبي أندرسون إلا أن الإنتر عاد بقوة في المرحلة الثانية وسجل ثلاثية حمل التوقيع روبين جوسينس والأرجنتيني لوطارو مارتيناز في مناسبتين فوز سمح للإنتر بالتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن ميلان وروما برصيد سبع وخمسين نقطة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند إحدى وستين نقطة في المركز الثاني ختام موعدنا الرياضي مشاهدين الأفاضي المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصات قناة الجزاية الدولية الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة